اشتركوا في القناة حلول هذا الشهر الاغار المبارك شهر رمضان المعظم عاده الله علينا وعلى الامة الاسلامية باليمن والخير والبركات من بين الاسئلة التي يكثر الحديث عنها حكم البلاد التي يطول فيها النهار اكثر من المألوف او اكثر من المعتاد بداية الله تبارك وتعالى جعل بعض الاسباب مواقيت للعبادات يعني اناط بها العبادات فالله تبارك وتعالى مثلا جعل طلوع الفجر بداية للنهار وجعل طلوع الفجر ايضا بداية للامساك عن الطعام في شهر رمضان وجعل غروب الشمس بداية للإفطار وجعل غروب الشمس ايضا نهاية للنهار وبداية الليل ولكن في بعض الاحيان قد تختفي او تتلاشى تلك العلامات التي جعلها الله تبارك وتعالى اسبابا لبعض العبادات كما مثلا في القطبين فكما يقول العلماء ان القطبين يستمر الليل فيهما ستة اشهر والنهار ستة اشهر اذا هنا اختفت العلامات من طلوع الفجر ومن وقت الظهيرة ومن وقت الشفقي ومن وقت الغروب ومن وقت الزوال الى غير ذلك وايضا هناك بعض الاماكن المتاخمة او المقاربة للقطبين مثل الدول مثل دولة النرويغ وما الى ذلك الدول التي تسمى بالدول الاسكندنافية هذه الدول يطول فيها النهار اكثر من المألوف او اكثر من المعتاد فهناك مثلا قد يصوم الانسان ثمانية عشرة ساعة في اليوم هذه الفترة كما يقول اهل الطب تؤثر على جسم المريض وهنا العبادة قد تؤدي الى المشقة او الضرر الجسيم بالجسم كما يقول اهل الطب او المختصون في هذا الشأن فماذا عليهم ان يفعلوا والمفتى به في هذه الحالة انهم يقدرون حسب مكة المكرمة شرفها الله تبارك وتعالى يعني ايه الكلام ده يعني مثلا المسلم اذا كان مثلا في دولة يطول فيها النهار اكثر من المألوف او اكثر من المعتاد ثمانية عشرة ساعة مثلا في وقت الصيام ماذا عليه ان يفعل عليه ان يمسك عن الطعام في وقت الفجر ثم بعد ذلك يقدر كيف يصوم اهل مكة حوالي مثلا اربعتاشر ساعة اذا يحسب من بعد طلوع الفجر في بلده الذي هو موجود فيها يحسب حوالي اربعتاشر ساعة ثم بعد ذلك يتناول طعام الافطار حتى وان كانت الشمس لم تغرب بعد لماذا لان هذا فيه ضرر وفيه مشقة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن بعض هذه الاحوال في حديث الدجال حديث الدجال الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره وقص خبرا عنه لاصحابه ردوان الله عليهم اجمعين فالصحابة ردوان الله عليهم اجمعين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبثه في الارض فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما لبثه في الارض يعني المدة الزمنية التي يستمر الدجال في الارض فيها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعون يوما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر وقالوا يا رسول الله اليوم كسنة أنصلي فيه صلاة يوم واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أقدروا له قدرة يعني أي أقدروا له قدرة يعني اليوم الذي يستمر مدة عام هذا اليوم اختفت فيه الأسباب والمواقيت فيجب أن نقدر له قدر يعني مثلا الفجر يؤذن الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة مثلا صباحا أو فجرا ما بين الفجر إلى الظهر مثلا حوالي سبع ساعات يبقى إذن الظهر مثلا على الساعة الثانية عشر أو ما إلى ذلك ثم بعد ذلك العصر نقدره بوقت معين أو وقت محدد من الساعات إذن نصلي في هذا اليوم بالساعات وليس بالمواقيت الشرعية أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يبارك لنا في صيامنا وأن يبارك لنا في صلاتنا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة